ربك 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 كريم تمشي كمور تمشي الحياة بس ما في ناس متواكدين كثير بدوش يعمل وبدو رابنا يرزق وبنزبطش في ناس ما همين يغلط وانتظر يعني لو لو ما كانت اجت الفرصة هديك اللي انت كنت جاهز لالها بعد عملية بإيسنس كان انت رح تضطر تترك إيسنس وتدور على عمل بشكل خاص صح انك تشتغل بثالت بشركة تاني زيبا حكاية المثال تبع كي بي ام تي ولا اشي تاني صح ولكن سبحان الله اجت الفرصة هديك من خلالها انت فتحت شركة اي بي سوليوشنس اكزاكلي لو رحت عالباث اني رحت على على كي بي ام جي ولا بي دابي دابي ديو سي اللي 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 بعتوا لاليمين كان اشتغلت معهم لفترة بسيطة ورجعت فتحت شركة يعني انا من الناس اللي ما 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 بقدر اكون محدود بالتفكير تبعي يعني دائما يعني انا في ناس بتقول لي مثلا انت ليش ما اشتغلتش مع مايكروسوفت او مع البيك فور او مع الاشياء. الشغل فيهم كويس شركات محترمة وتعطيك خبرات وبتعطيك كذا. انا نظرت للحياة انه حتى لو بتشتغل في احسن شركة في العالم مايكروسوفت رح تعطيك 30 في المئة خبرات 70 في المئة عليك. يعني الشركة قد مبدأت تعطيك خبرة ما بتقدر تلكن على خبرة الشركات. فهذه هي منتاليتي تبعة بشكل عام. فانا بالنسبة لي صحية بريستيج تشتغل في البيك فور وكذا. بس برضو لهم شوية مشاكل كمان هما يعني ما فيه شي بيرفكت. هذا اللي بداحكي لكم يا يا جماعة. ما فيه شي بيرفكت. يعني مثلا من المشاكل اللي موجودة في الشركات هاي بعطوكش حريتك. يعني انك تبدع بعطوك نطاق محدد انت في. يعني اليوم مثلا انت. يعني انا دائما في في لايف طلعت فيه وحكيت عن الشغل كفريلانس. الشغل في الشركات الميديم والشغل في الشركات البيك فور. كل واحدة كل واحدة فيها شغلات التانية ما فيها. فما فيش مكان في 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 الحياة. فما كان طموحي اني اشتر في هاي الشركات. يعني يعني بالنسبة الي كمحمد او هدهود يعني انا بطلع الحمد لله رب العالمين دخل اضعاف 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 اللي بدا وصلوا في اي شركة من هذول الشركات. فهمية مش طموح لعندي. هي حلم عند كل حدا بس هي مش نهاية الحياة. ما تخلي صقفك. هو هاي الحياة. ممكن تتفكر تروح تفتح شركة اه بعد خبرة معينة. وتطلع اضعاف اللي بتطلعوا في 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 هاي الشركات. هو وشو ما كان اه وصلت فيها. فهاي من الاشياء اللي ما تحدد حالك في مكان معين. وخلي الحياة مفتوحة قدامك. لانك بتقدر تعمل اشياء كثيرة. ومش مش شركة اللي بتنجحك. انت انك ناجح هاش ما تقدر تنجح في فين وفي في لفيش مكان. طب استاذ محمد. هلا يعني بس فتحت EP Solutions واشتغلت في المشروع هذا. يعني فتحت معك اتوقع انه صار فيه تاخذ مشريع تانية. حسن. اشتركوا في القناة